قد يكفي المتابعة لتداعيات تغير المناخ في العالم أن ينظر إلى ما يحدث في العراق البلد الذي يعد أحد أكبر المتأثرين بهذا التغير وفقا لصحيفة واشنطن بوست التي أكدت أن مدن جنوبي العراق باتت تئن تحت وطأة الجفاف وشح المياه الذين أفقدا البلد صفته الزراعية بعد أن عرقلا إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كما أن ندرة المياه تسببت بموجة عطش لسكان مئات القرى فضلا عن عجزهم عن توفير الغذاء لمواشيهم ولا أدل على حجم الأزمة من اعتراف الجهات الحكومية لجوءها إلى تقليص المساحة الزراعية الإجمالية إلى 50% فقط للموسم الزراعي الحالي السلطات الحكومية لم تتخذ أي خطوات حقيقية لمعالجة سوء إدارة المياه وندرتها وفقا لصحيفة واشنطن بوست وبدلا من اعتراف السلطات بالفشل ووضع خطة رصينة لحل المشكلة يلقي المسؤولون الحكوميون باللوم على سكان الأرياف الذين اضطروا إلى الهجرة باتجاه المدن متهمين إياهم بالتسبب بالضغط على البنية التحتية المتهالكة أصلا وفي استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بين أن نحو 40% من الفلاحين العراقيين تكبدوا خسائر شبه تامة لمحصول القمح لتتبخر فرص بقائهم في مناطقهم مع تبخر المياه واقع دفع آلاف العائلات لترك قراها في عشر محافظات وسط وجنوبي البلاد وفقا لمنظمة الهجرة الدولية أما بالنسبة للثروة الحيوانية فيكشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديقار عن تراجع خطير فيها مؤكدا اضطرار 85% من مربي المواشي لبيع حيواناتهم بسبب الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف ونفوق قسم كبير منها كل ذلك وأكثر في ظل أسوأ تعامل حكومي مع أزمة بهذا الحجم